وضعية الجلوس الخاطئة لا تؤثر فقط على الرقبة والعمود الفقري بل تمتد لتؤثر على عضلات الوجه بشكل عام ما يقلل من نظارته فكيف يمكن للجلوس الخاطئ سواء في مكتب العمل أو في السيارة أو في وقت الدراسة تأثير على عضلات العين والجبين والحواجب وكيف يمكن تفادي ذلك؟ للمزيد تنضم إلينا في الستوديو نتري شماشينكو خبيرة اللياقة قلنا اسمك صح؟ مظبوط صباح الخير ويمكن الجلوس الخاطئ نحن نعرف أنه لي مشكلات صحية كثيرة على العظام وعلى الرقبة على الكثير من الأمور ولكن خليني أسألك إيه ربط الجلوس الخاطئ بمشاكل في عضلات الوجه فكرة كانت غريبة فكرة كبيرة هي فكرة ما بأس اللي نحن بنعمل فيس فيتنس يعني هذا الرياضة للأداليات الوجه إذا الدراسة اللي أنا خادت من خمس سنين وأصلاً كل حياتي من عمر ثلاث سنين كان عم بعمل الرياضة هي كلها كل مشاكل للوجه بالأمر مع الأمر كل سنة بيجى من وراء الجسم تجلس داهر تجلس الكتاف إيدينا كيف عدنا كيف نمنا كيف نشتغل حتى حالي كثير ستتها مشتغلها على الكمبيوتر وهذا كثير بأثر وبينطعب بالإيه نهار أو حتى بالنص نهار بينطعب بالوجه تبقلين إحنا جلسين كويس؟ إنتو جلسين كويس نحن بزلي طيب نتالي نبغي نعرف كيف هي الوضعية الصحيحة للجلوس يعني هو للأسف مع العصر الحالي كله على التليفونات فإجباري إحنا بننحني يعني ظهرنا بيتقوش فهل كيف الوضعية الصحيحة؟ في كلمة أكتير عجبني اسمه مجبورين مجبورين يعملوا ريادة مجبورين يعملوا ريادة كل يوم صبح إذا هذا ما بيزبط صبح مستعجل للشغل حتى في 10 داعي أو ربع ساعة ريادة لينفاتيك دريناج لينفاتيك دريناج كمان بيأول شي بيمشي لينفة مزبوط بالجسم بتحسن ليمشي الدعم وأكيد أكيد بيأول أداليات بالوضع بيكون في تركيز تركيز من الوضع أداليات نحن نحن نحكي على ما بس دهر كيل جسام تتخل للوضع وأخصاً كمان نصيحة للسيتات إذا خدا بيشتغل بالمكتب على الكمبيوتر والتليفون بالمكتب ريزم خات مرية خات الكمبيوتر وكل ممكن 5 داعي أو 10 داعي طالة مرية بس باتيات سيتات بيطالة كل دية على مرية بس هذا كمان مشغلات مشين تكون في تركيز كيف هي تشتغل إذا بتعطي نازل الكتافة من غير ما تحس ترجع تركز على الكتافة بتجلز دهر وبيكامل شغل طيب نتالي وضح لنا إيه اللي بيحصل لعضلات الوجه يعني كيف أشعر أن هناك مشكلة في عضلات الوجه أول شيء كل مرة بكل حلقة أو بالشغل أنا أنا بيقول أداليات هني تركيبه بين بعض والمباط إذا فترة أو خطة رجيل ما بيجلز دهر بيصير الكتاف ونزول هذا بيأثر الأداليات الغدوط وأكيد بيعمل مشكلة بين الخواجب كيف يعني يعني وين الكتاف الدهر وشو دخل بالوجه مشين كل أدال اللي تركيب أدال الكتاف تركيب مع الأدال الرابي وبيوصل لفو وكمان بدي أعطيكم كمان شغلة يعني كلنا درسين أناتومي بالمدرسة ممكن خداكت بالجيمة بيولوجيا هذا الجبين لأكتر شيء يركزوا عليه نسوين ستات يعني ليش في خطوط غريزانتال أو فيرتكال بين الخواجب كثير بيزعج هذا العصر بس هذه تعبيرات للوجه عشان كده بيبقى فيه خطوط ساعة أنا عم بعطي تمارين للجسم الكتاف أكتر شيء ورعبي هل اليوم بدنا نعمل يلا خلينا نبدأ كرميل كرميل يرايح الجبين هذا الجبين يبدأ من وراء هل اليوم كثير أنا خدرت تقريبا خمسة أمارين خطا ست بيت ممكن تعمل كلنا فينا نعمل كلنا أول شيء نخط إيدينا مع بعض إيدينا ونعمل بارم عشرة أو ممكن عشرين مرة بس كرميل ما يتعب نبدأ عشرة بعدين فينا نزيد كل مرة عشرة مرات بدون إتاج لقوة إذا لحده ممكن سائب ممكن كان فيه عنده تقالو ستشانوش بالجسم بالدهر ساعة بتساك ردية تقريبا خمسة أمارين هدا كمين الليفتنج هدا فاتنا بالليفتنج تمارين للوجه والإيت الثانية هاك بنعمل خمس مرات خمس مرات هلا بس فارجي بس إذا حسنا بواجع في هذا إذا حسنا بالواجع سأعطى فينا نقال إيت لفو أكتر إذا بدنا ننزل إيت تمارين هذا الطريق مش مزبوطة ضروري يكون إيت غريزنطال بس إذا هذا عنده في واجع مزبوط ستات مش كلهم يعني ممكن نكون في التقالوس وهذا التقالوس كتير عزين من سنين وأكيد هي بواجه هذا كتير حلو السؤال بالواجه هذا آيشن ما سي بالواجه هذا التمارين ممكن تكون ساعة بدأت إيت خمس واربين دراجي ويكمل التمارين بصير شادة أقل إذا نحنا إيت غريزنطال كل هذه الخمسة تمارين تنعمل مرة واحدة خمسة فرد مرة كلها مرة كلهم هذا التمارين خمسة تمارين واربا بعدين أكيد لازم نتطلع أخسن إذا نتطلع عمرية نركز على الكتاف ما لازم كن في كتاف أسيمتري واحدة على أسفل ساعة ركزنا الكتاف زبطنا الكتاف جلسنا الدهر رجعنا الكتاف لورا ونعمل ستريتشنج ستريتشنج نعمل مينموم خمسة ماكسموم عشر حتى ممكن خمس تاشر مرة بس أكيد كل تمارين هذا مثل رياضة نبدأ خمس مرات بعدين نزيد بشكل تدريج اكتر طيب إذا بدأنا نعمل هذه التمارين كان في تأثير سلبي على عضلات الوجه بسبب الجلوس الخاطئ كيف أعيد بشرتي إلى النظارة واللي مشرقة وجميلة زي بشرتك كده أول شي كثير كيف ممكن نشوف تحصون وكيف هذا يصير على الوجه ست ممكن تعمل صورة سيلفي قبل تمارين بس تتخلص تمارين عشر ضعي بعدين تعمل ليفتنك مساج الحفيف حتى ممكن بدون كريم أكيد أحسن نضيف مايكب ويدي ينضاف تعمل تقريبا زيتين نحن نشتغل دائما من بلش ليفتنك مساج أو لنفات يستطيع مساج من تحت ومنطلع لفوق على اللاينز ومننزل لتحت تعمل صورة بعد تمارين وبعد هذا المساج بتحص صورتين مع بعض وتشوف في فرع حتى بعد المرأ واحدة هذه التمارين غير أنها تساعد على نظارة الوجه هل مثلا ممكن تقلل من احتمالية الخطوط أو هل هناك فوائد ثانية غير الشحوب عشان نمنع الشحوب هل هناك فوائد ثانية غير الخطوط غير كثير سبب من أين جاء هذا التجايد أول شي عاكية الجسم إذا دائما في واجه على الوجه مثلا الواجه بالكتف مثل ما تلكون أنا بد يصير مشاكل دائما 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 لاي ديم وبالكبر دائما بدأ لإطلا لاي ديم أكتر وبيعمل خطوط من خار بنزله التم صح التم بنزل وادالية اسمه ديبريسر أدالية بيشتغل قوة من أدالية الإليفاتر بالوجنا نبدأ نشكرك على وجودك معنا على كل هذه النصائح كانت معنا خبيرة اللياقة ناتالي شماشينكو شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك